بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن الرموز او العلامات اللي شافت لو تشوفها اه مرأة امتزوجة او مرأة حامل تبشر بانجاب انسة. اه اول الرموز دي لما تشوف ان زوجها في المنام لون وشه او واجهه بسود. فدي اه من الرموز اللي بيدل على اه ولادة او بشارة بانسة. اه كمان لما تشوف ان حد من من قريبها اه من النساء تخلين عليها. دي برضو اه من الرموز. كمان انها تشوف ان هي اه بتشتري ملابس لمولود اه يعني معروفة مسلا بالالوان الخاصة بالبنات. فدي مسلا فدي اه من برضو من الرموز. انها تشوف سرير او غرفة نوم اه وردية. السرير انها تشوف سرير بمبي او غرفة نوم اه بمبي دي برضو اه من الرموز اللي بتدل على اه انجاب انسة لان اللون البمبي دايما اه بيشار الانسة. انها تشوف غسالة. تشوف غزالة او تشوف حمامة. دي برضو اه من الرموز اللي يعني بتدل على انجاب انسة. ان تشوف ان حد بيهديها بمكانة خياطة. اه برضو دي من الرموز انها تشوف ان هي حد بيهديها او ان هي بتشتير نفسها. كمان لو شافت ان هي والدت ولد. فبيكون العكس بنت. كمان انها تشوف لو مرأة حامل انها تشوف شهرها طويل. فدي اه بشارة اه بيه اه بنت. لما تشوف المرأة المتزوجة ان زوجها طلقها وتجوز بخيرها. فدي من الرموز اللي بتدل على اه انجاب اه بنت. كمان الفضة. اه رؤية الفضة اه برضو من الرموز اللي بتبشر بيه اه بنت. اه كمان اه لو شافت ان هي بتشتري او ان هي لابسها ملابس نسائية. اه او ان هي بتشتري ملابس اه زي ما قلنا للاطفال اه او للمولود اه للنساء. او للبنات. فدي برضو اه بشارة بابنت او بانسة. كمان اه من الرموز انها تشوف ان هي يعني بتتزوج اه بشخص غير زوجها. برضو اه دي من الرموز. ودي من الرموز اللي عمدا اللي هي بتدل على الحمل اه بشكل عام. اشتركوا في القناة